يعني ما اقدرشي اتجاهل التصريح اللي صدمني واللي قاله الرجل الخلوق المهزب للامانة دكتور علي عبد العال حيث فقد اعصابه اثناء دارته احدى الجلسات تحت قبة البرلمان وهددى تكتل 25-30 بانهم ابتداء من الاسبوع القادم مش هيدخل البرلمان وهيتم اسقاط عدويتهم ده كلام مرعب كلام مفزع ان يصدر على لسان رئيس هيئة منتخبة منتخبة بحق نواب منتخبين يهددهم مباشرة باسقاط عدويتهم ده كرسى كرسى اسقاط العدوية محدد يا دكتور علي هو انت عايز البرلمان كله يبقى لسان واحد يسبح ويمجد ويحمد ده التكتل ده هو يعني بيسموها ورقة التوت اللي بتحفظ لمصر امام دول العالم ان فيه طيار معارض في البرلمان عدد اعضاء مجلس النواب يقترب من ستمائة عضو فيهم خمستاشر نايب يمثلوا المعارضة لو اسمت الخمستاشر على الستمائة مش هيحصل واحد في المية اتنين ونص في المية اتنين ونص في المية ده نسبة المعارضة في البرلمان يتم تهديدهم باسقاط العدوية النهاردة كاتبنا الاستاذ محمد امين كاتب في المصر اليوم بيقول انا تصورت ان الدكتور علي عبدالعال بعد ما اسقط عدوية توفيق عكاشة مثلا فخلاص بقى ومحمد انور السناد لن يقترب من ملف اسقاط العدوية لكن لا دكتور علي عبدالعال يهدد ويتوعد باسقاط العدوية انا اناشد اناشد السادة اعضاء مجلس النواب انه اذا جرى عرض عضوية تكتل 25-30 على حضراتكم لا اسقاط عضويتهم لا تلحقوا بمصر ازا مصر لا تتحملوا مصر لا تتحملوا يعني هنبقى سبة في جبين الحريات في مصر امام العالم كله سبة ان احنا مش قادرين نتحمل الرأي الاخر عملين صدره ونديق عليه وعملين حلق حوش ما ينفعش ما ينفعش ولو شاء ربك لجعل الناس امتا واحدة ربنا قال كده لو شاء ربك لجعل الناس امتا واحدة وجعلناكم شعوبا وقبائد هو الاصل كده ده في مثال شهير درسنا في كلية اعلام في الاعلاقات العامة لو توحدت الازواق لبرة السلع يعني اقول ايه عن الاختلاف الحياة كلها ايمة عن الاختلاف هناك مؤيد وهناك معارض وهي دي معارضة هو احنا شفنا استجواب واحد يواحد ربنا تحت قبة البرلمان في عهد الدكتور علي عبدالعلم استجواب واحد يتيم حتى شفناه وحتى صوري نضحك على بعضه وندحك على الناس ان عندنا ديمقراطية تحت قبة البرلمان وناشد دكتور علي عبدالعال وناشده ان هو يعزم اعضاء تكتر 25-30 على فنجان شايف مكتبه ولو ليه ملاحظات على اداءهم يتكلم ويقول انما لا يجوز التهديد وينباغي على اعضاء تكتر 25-30 ان يسمعوا لوجه نظر الدكتور علي عبدالعال ما الذي دفعه الى ان يأخذ هذا التصريح ديمقراطية من جزره احنا لسه في صفر ديمقراطية يعني نتمنى نتمنى بس الدنيا اخوانا مش نقصة انا كل يوم عمله فجأ بتصريحات ما انزل الله بيقى من سلطان الحقيقة لا يمكن تستمر بالشكل ده تصريحات بتضرب في العمق الناس لازم تهددها شوية وتضبط عصامها شوية هطلع فارغة